بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم يا شباب عاملين ايه اتمنى يا ربكم بخير فيديو جديد ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن تليفون انتو طلبتو في الفئة الاقتصادية وبنستمر في تقديم تليفونات شركة انفينيكس ليه بصراحة ليه اتناس كتير بتطلبها مني الفترة اخيرا احنا نتكلم عنها ونعرض مواصفتها فان شاء الله هنتكلم النهاردة عن تليفون برضو من شركة انفينيكس وهو انفينيكس هود 10 اس قبل ما نبدأ الفيديو انا بدعوك لو انت لسه ما تشتسبسكرايب ياريت تعمل سبسكرايب لو عجبك الفيديو ما تنسانيش بلايك تفعيل زر الجرس ان شاء الله عشان يوصلك كل جديد نبدأ الاول بالتصميم والشاشة الشاشة تعتبر من اكبر الشاشات اللي موجودة حاليا في الفئة الاقتصادية في الفئة دي تقريبا هي الوحيدة شاومي بتعملك الشاشة هنا هتلاقيها ستة وتمانية من عشرة بوصة بتردد تسعين هرتز ودي برضو تردد تسعين هرتز في فئة تحت التلات تلف جنيه حوالي الفين ونص فدي تعتبر حاجة ممتازة بصراحة تسعين هرتز الشاشة اي بي اس بدقة HD Plus الضهر من البلاستيك الضهر بيجي فيه تلات كاميرات الضهر تحس كده ان هو مزخرف الضهر فيه زخرفه كده عشان يعني دي بصراحة بتبقى عجباني في التليفون ان انت ناس انا ساعات بحتاج استغنى عن الجراب ما بحبش التليفون يبقى في الجراب فالضهر ما بيبصمش مني تمام البصمة هتلاقيها في الضهر مش موجودة في زر الباور لا البصمة هتبقى موجودة في الظهر هتلاقي طبعا التليفون بصراحة ما استغنوش هنا برضو عن حتة انك لو عايز تركب كارت الميموري تستغنى عن شريحة اتصال لا التليفون بيجي بشريحتين اتصال مع منفذ لكارت الاسدي كارد اللي هو كارت الميموري بيجي بمدخل سماعات قياس اللي هو 3.5 بدون طبعا هنا بقى ما لقيتش بصراحة بدون مايكروفون لتقليل ضجيج اللي هو اكتف نويس كانسليشن ما فيهوش الحتة دي بس بصراحة التصميم المجمل كده تحس ان التليفون تقيل شوية وده السبب اللي هنتكلم فيه بعد كده وهو البطارية كبيرة البطارية 6000 ميلي امبير فدي بتعمل تقل في التليفون شوية نيجي للمعالج المعالج بيجي من شركة ميديا تيك هليو 85 جي المعالج مش هتلاقي فيه اي مشكلة بالنسبة لالعبك بس برضو يا جماعة ديف حاجة عامة كده ماشي هيشغل الالعاب وهشغل كل حاجة تمامي فيهاش اي مشكلة بس ما تتوقعش ان الالعاب هتبقى بجودة دكة اللعبة او جودة اللعبة وانت مثلا بتلعب بابجي او كولف ديوتي مش تبقى على هاي جرافيك لا ده هتخلي بالك ده تليفون في الفئة الاقتصادية تمام فالتليفون ده ما بيبقاش معمول كجيمر التليفون جيمر اوي لا التليفون ده بيبقى الاغلب يعني بيبقى بيستخدمه واتس وفيس تحت 3000 جنيه ما بتبقاش جيمر اوي لان التليفونات اللي هي بتبقى انت محتاجها للجيمينج لا فيه حاجات تانية كتير لكن بس برضو ده ما يمنعش انك تجيب تليفون في الفئة الاقتصادية وتلعبه بس ما تتوقعش منه جودة في الالعاب اوي يعني لان المعالجات اصلا الميديا تيك ال جي خمسة وطمين اوه هتقدم لك سلاسة في الالعاب هتلعب عادي بس جودة الجيم نفسها الكوالاتي بتاعت الجيم ممكن تبقى ميديوم جرافيك ممكن تبقى لو جرافيك لكن فيري هاي جرافيك مثلا في كل فيديوتي لأ ساعتها مش هتبقى معاك قد كده وهتقول التليفون بيقطع والتليفون لأ فده طبيعي لان التليفون ده مش معمول كجيمر قوي هو هيدي الجيم بس مش هتبقى بالأداء الواو أو الأداء العالي اللي انت بتبقى عايزه تمام المعالج بيجو بدقة تصنيع 12 نانوميتو زي ما قلنا هليو جي 85 بالنسبة للكاميرات الكاميرات بصراحة هنا بقى يعني هنا خلي بالك انت في الفقل اقتصادية يعني بتلاقي مميزات اكيد هيبقى قدامها تنزلات ده طبيعي الكاميرات هنا بصراحة انا شايف الكاميرات هنا يعني هو مفياش بس اللهم ان الكاميرا الكاميرا الاساسية اللي هو سنسور الاساسي للكاميرا هو 48 ميجا بيكسل الكاميرا بس لكن بقية الكاميرات هنا مش يعني مش مش قد كده يعني الكاميرا 48 ميجا بيكسل اه تمام بس هنا غيبة جدا ان ما فيش كاميرا اللي هو الوايد انجل الزاوية الواسعة الكاميرا دي مش موجودة هو هنا لتلت كاميرات الـ 48 ميجا بيكسل الأساسية والعدسة اللي هي للعزل والثالثة اللي هي الزكاء الاصطناعي مفيش كاميرا اللي هي الـ Ultra Wide اللي هي الزاوية الواسعة انت بس هنا بتعتمد على الكاميرا اللي هي أو أغلب اعتمالك على الكاميرا اللي هي 48 ميجا بيكسل دي بصراحة هتديك أداء يعتبر كويس بالنسبة للفعل الاقتصادية دي بس بيئة الكاميرات انا شايف انها لا يعتمد عليها بالنسبة كاميرا سيلفي برضو بتديك أداء انا شايف انه هو متوسط أداء الكاميرا بتجيب 8 ميجا بيكسل برضي يعني في تحت اشعة الشمس أو في الإضاءة هتبقى معاك كويسة جدا لكن في الإضاءة المتوسطة أو بالليل لا هنا السيلفي مش هيبقى معاك يعني مش هيبقى معاك تماما بس طبعا ده متوقع في الفئة الاقتصادية وزي ما قلنا ان انت بتقدم مميزات في الشاشة وفي البطارية فطبيعي جدا انك لازم يبقى فيه تنازلات في حاجة تاني اه نيجي بقى للبطارية والبطارية هنا تعتبر من يعني ميزة من مميزات التليفون القوية البطارية بتيجي ب 6000 ميلي أمبير بس في نفس الوقت بيتيجي مع شاحن 10 واط شاحن 10 واط ده يعتبر شاحن يعني بطيء هيقعد حوالي البطارية 6000 ميلي أمبير مع شاحن 10 واط البطارية دي هتعدي ممكن التلات ساعات لان انا يعني التليفون ريدمي 90 6000 ميلي أمبير مع شاحن 22 واط بيقعد حوالي ساعتين ساعتين ونصف فما بالك 10 واط يعني نصف فتلات ساعات مرتاح تمام؟ بيقعد بطارية بطارية حوالي 3 ساعات وخلي بالك أن هنا منفذ الشحن بيبقى برضو دي حاجة غريبة كل التليفونات الجديدة اللي نازلة اللي هو type C لكن لا منفذ الشحن اللي في التليفون ده هتلاقيها منفذ الشحن اللي هو القديم اللي هو منفذ الشحن القديم اللي احنا عارفين له بالسنتين ده مش اللي هو type C الجديد فدي برضو حاجة ما عجبتنيش بصراحة نيجي بقى لنسخة الاندرويد أو سوفتوير بتاع الجهاز سوفتوير الجهاز هنا بيجي بسوفتوير طبعا اندرويد 11 بتيجي طبعا بواجهة اللي هي شاومي سوري واجهة انفينيكس بس بصراحة ما عجبتنيش حاجة في الواجهة تاعت انفينيكس أو سوفتوير انفينيكس في حاجة عجبتني وحاجة ما عجبتنيش الحاجة اللي عجبتني انها لحد الوقت تعتبر مستقرة عن وجهة مثلا لو تكلمنا عن شاومي لأ فيها استقرار اكتر من شاومي كل فترة بينزلوا حاجات جديدة في الصوفتوير بتاعهم لكن لو بصرا شاومي لأ شاومي ايام دي الصوفتوير ربنا يبرك لهم يعني بيقابلوا مشاكل كتير وبيحاولوا يحلوها بس في نفس الوقت برضو في حاجة تانية ما عجبتنيش ألا وهيها الاعلانات الاعلانات بتبقى موجودة في صوفتوير انفينيكس كتير هو فيها اوبشن ان انت تقالل الاعلانات دي بس بتفضل موجودة فوجه عام يعني يعتبر انفينيكس تعتبر في حتة الفئة الاقتصادية تعتبر رائدة فعلا بالذات انها الشركة الوحيدة الشركة الوحيدة لحد الوقتي اللي بتقدم برنامج اتصال غير جوجل ويعتبر يعني من افضلهم لانه هو بيدعم التسجيل بيدعم تسجيل المكالمات بدون ما يدي اختار او اعلام للطرف الاخر فده بيخلي انفينيكس بصراحة في الفئة دي والتليفون ده بصراحة يستحقك الشراء رأيي في التليفون ده لو معاك في حدود 3000 جنيه لا التليفون ده مرشح بقوة جدا ان انت تشتريه وفعلا هيقدم لك اداء منتاز وهيبقى